موسيقى مساء الخير مشاهدين العزاء و أهلا وسهلا فيكم و حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا موضوع حلقتنا لليوم موضوع مميز و موضوع يأتي في وقت مميز و وظيفتنا كمان ضيفة مميزة باختصار موضوعنا موضوع مهم جدا لكل أبناء شعبنا مهم جدا لكل من يعمل في هذا المجال و كل من يتلقى الخدمة الطبية موضوعنا هو سرطان الأطفال الخصوصية في هذا الموضوع بأنه أنا حبيت اليوم أنوه بأنه بالأمس ما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي من إطلاق السيد الرئيس و تبنيه لمستشفى السرطان قد تم بالفعل إدراجه ضمن المخطط القادم إن شاء الله السيد الرئيس بالأمس أعلن مكتب السيد الرئيس أعلن بأنه سيكون هناك خلال الأيام القادمة وضع حجر الأساس لمستشفى سرطان في فلسطين وسيكون الأول من نوعه في منطقتنا إن شاء الله منتمنى أنه يستمر هذا العمل الدؤوب على هذا الموضوع وإنشاء مستشفى أحمد الشقيري للسرطان منتمنى يا رب كمان أنه ما يكون في عندنا مرضى يروحوا على المستشفى ولكن هذه الخدمة يجب أن تكون موجودة في فلسطين ويجب أن يستفيد منها كل أبناء شعبنا نستفيد منها من التشخيص نستفيد منها من العلاج ونستفيد منها في الحد من انتشار هذا المرض الخطير كمان مرة بنوجه الشكر لسيد الرئيس وبنتمنى كل القائمين على هذا الموضوع أن يتبنوا هذا الموضوع بشكل جدي وأن يبدأ فعلا كما ذكر السيد الرئيس خلال الأيام القادمة بوضع حجر الأساس لهذا المستشفى ضيفتنا لليوم في هذا الموضوع هي الدكتورة زينة سلمان أخصائية سرطان الأطفال طبعا القادمة إلينا من السودان الشقيق سودانية ولكن تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تأتي للعمل من ضمن مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين اللي بقدموا خدمات كبيرة لأبناء شعبنا حضرت من أجل أن تساهم في تشخيص وعلاج بعض الحالات الموجودة عندنا في فلسطين قبل ما نبدأ حلقتنا مع ضيفتنا العزيزة خلينا نشوف إحنا وأنتم تقرير صغير حول هذا الموضوع ونعود إلى الضيفة تعتبر نسبة الإصابة بسرطان عند الأطفال دون سن 16 سنة قليلة بالنسبة للإصابة عند الكبار حيث يصاب 120 طفلا دون سن 15 بين كل مليون بسرطان سنويا في العالم العربي ولا تشكل هذه النسبة أكثر من 1 إلى 2% من إصابات الكبار تصل نسبة حالات الشفاء عند الأطفال من 65 إلى 70% فيما لا تتعدى نسبتها 10% عند الكبار يمكن أن يحمل الأطفال سرطانات مثل الكبار تماما إلا أن هناك بعض أنواع السرطان أكثر شيوعا بين الأطفال من أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الأطفال سرطان اللوكيميا أي سرطان الدم وهو غالبا ما يتكون في نخاء العظم ومن السرطانات الأخرى الشائعة أورام الدماغ ومرض حوتيكن أمراض سرطان الأطفال لا تتصرف دائما مثل أمراض السرطان لدى البالغين كما أن معالجتها تختلف أحيانا ونسب النجاح فيها أعلى وهي قد تحدث فجأة وبدون أعراض مبكرة لذلك من الضروري عدم المقارنة بين سرطانات الأطفال أو البالغين حتى وإن كانت متشابهة وتختلف أعراض السرطان عند الأطفال حسب نوعه ومكان الإصابة مساء الخير دكتورة زينة وأهلا وسهلا فيك مساء النور شكرا لك دكتورة زينة يعني أنت في البداية يعني طبعا أنا باسمي وباسم كل أبناء الشعب الفلسطين متقدم لك بالشكر والتحية لقدومك لعنة على فلسطين من خلال مؤسسة إغاثة فلسطين من أجل تقديم خدمة لأبناء هذا الشعب فهذا واجب علينا أنه نقدم لك الشكر في البداية ونتمنى أنها تكون إقامتك هون جميلة ومفيدة كمان لأبنائنا في البداية دكتورة يعني قبل ما نبلش نسألك الأسئلة العلمية والطبية سؤالي لحضرتك ما رأيك في المقدمة اللي عملتها واللي حكيت فيها وتبني سيد الرئيس محمود عباس لموضوع مستشفى السرطان قديش هذا مهم بالنسبة لإنا في فلسطين التبني هذا هو خطوة مهمة جدا قدمها الرئيس فنحن مبسوطين جدا طبعا نسمع هذا الخبر الجديد خطوة مهمة بالنسبة للسرطان يعني طبعا الناس دائما بسمعوا عن السرطان كمرض خبيث ومرض مهم جدا الناس يسمعوا عنه ويعالجوه ويشخصوه طبعا أوليا الشيء الثاني أنه تسرطان الطفال شيء نسمعوا عنه كثير يفتكروا أن السرطان مرض عند الكبار فهو طبعا مرض مهم جدا عند الصغار وعلاجه تشخيصه مهم جدا وعلاجه مهم جدا خطوة مهمة وممتازة جدا نحن مبسوطين طبعا نسمع نعم إن شاء الله يعني ربنا يكمل على خير بإذن الله إن شاء الله وهذا إحنا اللي بنتمنى يعني وخصوصا أنه السرطان يعني سواء عند الكبار أو الصغار العنوان تبعه التشخيص المبكر يعني علاج مبكر يعني نتائج أفضل صح دكتورة ما هي الخصوصية يعني إيش الخصوصية التي تميز سرطان الأطفال طبعا سرطان الأطفال يعني السرطان هي كلمة واحدة لكن هي شاملة عن أمراض كثيرة مختلفة جدا عن بعضها السرطان مش مرض واحد ففي أنواع كثيرة من السرطان عند الأطفال ومهم جدا أنه تشخيصها ومهم جدا طبعا الناس تكون تعرف عنها لأنه الأطباء العمومين مفروض جدا يعني مهم جدا عندهم أنه يفهموا إيش الخصوصية أو الأساسيات نعم إيش الخصوصية لأنهم يعني ليس طبعا سيشخصوه لكنهم يكونوا فاهمين أنه هذا ممكن يكون احتمال لما يأتيهم طفل مريض لهذا احتمال كبير أنه ممكن يكون سرطان نعم الكلمة سرطان هي كلمة مرعبة في العالم كله طبعا مخيفة بتخيل الناس أنه السرطان يعني الموت ومع ذلك اليوم الطب عمل قفزات نوعية كبيرة جدا وأصبح التعامل مع الحالات المرضية في الكثير من الحالات هو نتائجه جيدة كيف يستطيع التعامل لأنه يعمل نتائج جيدة لأطفال في سرطان طبعا زي ما أنت ذكرت في البداية أنا قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية والشغال في أمريكا والشغال في ولايات أنت سودانية عربية سودانية عربية والحمد لله والأهلي سودانيين ودارت الطب في السودان لكن متخصصة في أمريكا ومتربية في أمريكا وأنا ذاكرة هذه النقطة لأنه شي مهم أنه في أمريكا النسبة الشفاء عند الأطفال نسبة عالية نتبه للشيء نحن نفتكره فنسبة الشفاء عند الأطفال تقريبا 80% 80% أيوة ف80% من الأطفال اللي بتشخصوا بالسرطان بتعالجوا وبيشفوا وبنلقى عندهم الشفاء فطبعا هذه النسبة أوطت جدا في الدول غير متقدمة ليس موجود فيها كل الخدمات التي نحتاج لها نعم في عملية التشخيص والعلاج التشخيص والعلاج طيب يعني إيش يعني سرطان عند الأطفال يعني إيش يعني الناس يعني حابين يعرفوه هم بسموا عن سرطان الكبار بس ما معنا كلمة سرطان عند الأطفال هل هو نفس المفهوم هل هو نفس الكنسب تبع الأكبار مختلف؟ هو المفهوم واحد من ناحية أنه هي خلايا بتكبر و بتزيد بطريقة غير طبيعية نعم وهذا بيوصل لأمراض كثيرة زي ما أنا قلت مختلفة جدا لكن أنواع السرطان عند الأطفال مختلفة من أنواع السرطان التي تتلقي عند الكبار فعند الأطفال الصغار معظم نوعية السرطان الموجودة هي سرطان الدام أو اللي اسمه الثاني اللوكيميا من الناس السامعين بيه وفيه أنواع ثانية موجودة اللي هو السرطان الموجود بالمخ و بالدماغ وفيه سرطان الموجود بالكلاه هذه أكتر أنواع موجودة بتتشخص في عالمنا العربي ومنطقتنا يعني هل نفس النسبة هاي موجودة يعني أنه سرطان الدم الأكثر شيوعا؟ سرطان الدم فعلا هو أكتر نوعية بتتشخص لكن طبعا إحنا الأرقام الموجودة عندنا والأبحاث الأبحاث اللي اتعاملت عن السرطان معظمها اتعاملت في الغرب فإنحنا المعلومات بنعرفها معظمها بنعرفها مختبسة من الغرب صح نعم، طيب دكتورة يعني الواضح أنه الأكثر شيوعا زي ما تفضلتي هو اللوكيميا أو سرطان الدم أيوة سرطان الدم ومن ثم اللي هو سرطان الدماغ والكلة أيوة وهناك أنواع كثيرة طبعا من هاي الأنواع ولكن شو الأسباب اللي يعني برأيك يعني حسب الدراسات وحسب ما توصل إلى العلم شو الأسباب التي تؤدي إلى حدوث السرطان في العمر يعني عند الأطفال يعني الكبار بنقول أحيانا مشاكل الحياة بنقول بجوز التدخين أحيانا طب الأطفال يعني ليش بيصاب سؤال مهم جدا وسؤال وجيه جدا طبعا إحنا لسه في أبحاث كثيرة ودراسات كثيرة بتحصل عشان نحن نفهم هذه الحكاية في أسباب جنتيك موجودة مش إنها بتجي من الأسرة لكن في أسباب بتجي يعني ما نحن ما فهم منها يعني أسباب غراثية قد تكون في أسباب غراثية قد تحدث لكن معظم الأسباب الجنتيك يعني ممكن إنه يحصل مشكلة في الخلايا الخلايا الجينية الجينية نعم أيوة بتاعت الطفل لكن سبابها الأصلي ما مفهم لسه وفي دراسة كثيرة بتحصل عشان نفهم هذه الأسباب في أسباب أخرى طبعا موجودة يعني مثلا زي الأشعة ونرى أنه الأطفال البتولدوا الحروب ممكن تكون نسبة السرطان عندهم أعلى ففي أسباب تاني يليس لازم نفهمها وندرسها أكثر هذه النقطة مهمة جداً طالما تطرخنا لإلها وإحنا منطقتنا دائماً فلسطين معرضة لهذه الظروف وخصوصاً في غزة ولوحظ أنه فيه زياد فيه عدد المصابين بالسرطان عند الأطفال هل برأيك أنه استخدام الأسلحة أو الغير مسموحة أصلاً يعني يؤدي إلى ظهور هذه الحالات؟ فعلاً شيء معروف أنه الحالات الأماكن الموجودة فيها الحروب وفيها الأسلحة تكون فيها نسبة أعلى من السرطان الأسباب كلها مش مفهومة تماماً ولكن شيء ما نعرفه أنه الأشعة ممكن تؤدي للسرطان الإشعاعات بشكل عام أيوة بشكل عام طبعاً موجودة في الأسلحة بس أنا بردو أتستوقف عند شغلة مهمة دكتورة وهو العامل الوراثي والجيني لأن الناس أنا من بسمعه هلأ يعني يعتقدوا بأنه إذا الأم مثلاً إذا الأهل مصابين بالسرطان بالضرورة أن يصاب أطفالهم بالسرطان هل هذا صحيح؟ هذا صحيح في نسبة صغيرة جداً في حالات ورافية بسيطة جداً نحن بنلقاها من فترة وفترة أنه تكون ورافية موجودة عند الأهل وموجودة عند الأطفال ولكن معظم الحالات الجينية نحن نتحدث عنها الجين بتحصل فيه مشكلة عند الطفل ما معناها أنه تكون موجودة عند الأم والأب مش معناها أنه تكون ورافية طبعاً الأم أثناء الحمل إذا ما كان إيش الأشياء الخاطئة اللي ممكن أن تؤدي أثناء الحمل يعني مثلاً تدخين هل يؤدي تدخين الأم إلى إصابة الجنين ممارسات أدوية ما بنعرف يعني فيه شيء ممكن يؤدي إلى حدوث إلى الآن ما في دراسات بتوري أنه في شيء عند الأم بتثبت أنه في شيء أثناء الحمل بيؤدي إلى السرطان هذا شيء مهم جداً إحنا لما نشخص السرطان عندنا الأطفال دائماً بنتحدث مع الأم ونشرح لها أنه ما في شيء أثناء الحمل أدى إلى السرطان نعم كمان دكتورة يعني من الأشياء اللي أنا يعني بحب أني أنا بس الناس يعني أنه تكون فهماها كويس بأنه السرطان عند الأطفال يعني عند الكبار أحياناً بتأخر التشخيص لأنه إحنا بجوز المريض ما بعرف إيش الأعراض اللي بتصيبه ما بقدرش يربطها مع الحال المرضي فما بالك في الأطفال اللي هم كمان أريدي يعني له عارف وله فاهم ولا يدري إيش بي يعمل إيش الأعراض اللي إحنا ممكن نقول للأهل إنه والله خدوا بالكم هاي الأعراض بحاجة لمراشعة الطبيعة سؤال جيد جداً وسؤال كمان صعب لأنه فعلاً فيه تغييرات كثيرة بتحصل في التشخيص لأسباب كثيرة جداً ومنها زي ما إحنا ذكرنا الحروب بتأدي لتأخرات في التشخيص وكمان عدم الفهم وعدم معرفة الأعراض بتأدي لتأخير في التشخيص لهذا السبب يعني عدم التشخيص المبكر بأدي لعدم يعني عدم العلاج السريع يعني من الأعراض الممكن واحد يفكر فيها وممكن يعني يكون عنده في باله إنه مثلاً الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة عند الطفل لما تفضل لفترة طويلة جداً ولم تعالج بالمضادات الحيوية ولم تعالج بالطرق الطبيعية اللي بنعرفها ممكن يكون سببها السرطان نعم طبعاً مشاهدين إحنا بنرجع وبنأكد على اللي تفضلت فيه حكاته الدكتورة بأنه إلى الآن أسباب السرطان عند الأطفال غير واضحة ولكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد أو تؤدي أو ترفع نسبة الإصابة بسرطان الأطفال بشكل سريع رح أذكر يعني عدة نقاط ونتناقش إحنا والدكتورة فيها من أول الأسباب أو البعلومات المهمة أنه أسباب السرطان في برحلة الطفولة غالباً غير معروفة ولكن يوجد هناك بعض الحالات المؤدية إلى إصابة بسرطان الأطفال كمتلازمة داون أو غيرها من التشوهات الكروموسومية يعني إحنا دكتورة هنا النقطة هاي بنحكي عن أثناء تكوين الجنين معناته قد يكون بدأت المشكلة صحيح؟ صحيح يعني زي ما أنت ذكرت في حالات معينة مثلاً زي مرض الداون سندروم ممكن تأدي إلى السرطان ولكنها ما معناها أنه أنه بالضرورة بالضرورة صحيح من الأسباب الأخرى كمان التقدم في السن لدى الوالدين قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الطفولة وذلك لأن الأمهات المتقدمات بالسن قد ينجبنا أطفالاً عندهم طبعاً متلازمة داون في بعض الأحيان يعني برضو هذا مرتبط في السبب الأول هذا كمان مرتبط بحالة الداون نعم نحن نحب الشطبياً أنه ست الكبير بالعمر أنها يعني يكون في عنده حالات إنجاب يعني يفضل أنه يعني ما تتأخر السيدة في الإنجاب هو يفضل لكن نسبة الداون هي بتزيد مع العمر مع العمر صح وبتزيد يعني بعد 35 من عمر الأم هي بتزيد لكن بعد الأربعين بيكون النسبة بتكون عالية نعم بشكل سريع رح نحكي عن التعرض للعدوى خاصة الفيروسية يلعب دوراً كبيراً في الإصابة بسرطان الطفولة كسرطان الكبد اللي هو التهاب الكبد بي وفيروس نقص المناع البشري الـ HIV كمان من الأشياء المهمة والمثبتة هلأ نحكي عن إشياء المثبت علمياً التعرض للمصادر المشعة المؤينة قد يعرض الطفل للسرطان وخاصة سرطان الدم دكتورة يعني كيف نمنع أن الأطفال يتعرضوا لهذه الإشعاعات؟ عدم التعرض لإشعاعات موضوع صعب بالذات فيه فلسطين بالذات فيه غزة مثلاً والماكن الموجودة فيها الحروب والأسلحة طبعاً الأشيعة مرات بتكون ضرورية مثلاً في حالة الطفل المريض في المستشفى اللي بيحتاج صور وأشيعة بتعرض طبعاً التعرض بيكون شي بسيط لما نقارن مثلاً بالتعرض اللي بيحصل أثناء الحروب معلومة مهمة جداً بس لكل الإخوة والأخوات لأنه كثير إحنا أثناء مراجعة السيدات الحوامل بوجهوا سؤال للطبيب وأثناء الفحص بالألتراسالون الدكتورة لا توجد علاقة بين استخدام الموجات فوق الصوتية خلال فترة الحمل والإصابة بسرطان الأطفال صحيح دكتورة؟ يعني لأنه مختلفين تماماً الموضوعين عن بعض يعني هاي أشيعة غير ضرر إطلاقاً صح فعلاً نقطة مهمة جداً لأن الموجات الصوتية تستخدم كثيرة أثناء الحمل ولكن ليس لها أي ضرر أثناء الحمل ولكن الأشيعة اللي احنا بنخاف منها مثلاً زي الأكس راي والسي تي أو السي تي سكان أو الكات سكان هاي اللي موجود فيها أشيعة كثيرة نعم طبعاً مشاهديننا مرة تانية أو بنأكد على أنه طبعاً إحنا ضيفتنا الدكتورة زينا سلمان هي أخصائية سرطان الأطفال القادمة من أمريكا إلى فلسطين بإمكانكم الاتصال والتواصل معنا من خلال أرقام هواتف اللي سيدو رح تظهر أمامكم على الشاشة الآن أو من خلال صفحتنا على فيسبوك صحتك بالدنيا أي حد عنده أي سؤال أي حتى مشاركة بإمكانه الاتصال مباشرة علينا دكتورة لما أنا بدي أرجع أكد على موضوع الأعراض مرة تانية وهو موضوع مهم جداً عشان هذا يعني يعطينا لو حكينا عن لوكيميا وهي الأكثر انتشاراً يعني أكيد في علامات قد يعني تظهر عند الطفل في سرطان الدم تبين أنه أنا مش أشك يعني لأنه الأهل بجوز ما يعرفه بس أقل ما فيها لازم أخذ الطفل على المستشفى على الطبيب شو الأعراض اللي لازم نركز عليها صح وزي ما ذكرنا في البداية أنه على سرطان كثيرة لو ركزنا على سرطان الدم أو اللي هو اللوكيميا أعراضه يعني كثير ومختلفة لكن الأعراض اللي احنا ممكن نهتموا أنه يعني نناحظ لها ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة مثلاً أثر من أسبوع أو أسبوعين بدون أي سبب معروف بدون أي مرض تاني ألم في العظام أو عدم ماشي في طفل صغير لو في طفل كان بمشي ومع عنه مشكلة بلعاب وفترة صارت عنده آلام وما بيقدر يمشي وما بيقدر يلعاب هي كمان من الأعراض اللي بتصهر نعم طب برأيك إيش اللي بخلي الناس يعني بعرفش كيف في أمريكا بس يعني إيش اللي بخلي الناس يتأخروا في اللجوء إلى الخدمة الطبية يعني بشكل عب سواء في السودان في فلسطين في أمريكا في عوامل مشتركة بتخلي الناس تتأخر لأنها تاخد الرأي الطبي قد يكون الكسل أحياناً قد يكون الجهل ما بعرف في لك رأي بهذا الموضوع أفتكر أنه أكبر عامل في التأخير التشخيص هو عدم المعلومات نعم فالواحد لما نكون مثلاً زي برنامجاك لما نكون فاهم العراض وفاهم أنواع الأمراض المختلفة التي تصهر عند الأطفال مثلاً في ناس كثير ما بفهم أصلاً أن الأطفال ممكن يجيهم سرطان صحيح فالواحد لما يكون فاهم هذه الأشياء ممكن مثلاً ارتفاع درجة الحرارة شي طبيعي يحصل عند الأطفال كل طفل يمرض أثناء طفولته وممكن ترتفع حرارته أو ترتفع حرارته وهذه هي حاجة طبيعية وتحصل مع فيروسات وتحصل مع أشياء كثيرة فالشيء المختلف أنه الواحد يلاحظ أنه مثلاً مرض بعد يومين أو ثلاثة أيام لم يتحسن أو ماشي على أسوأ فهذه الأشياء الواحد ممكن ينتبه لها هو مش مفروض أنه يعني مش مفروض أنه الأهل هم بدون شخصه بس أقل ما فيها يأخذوا العرض في محمل الجد طبعاً مشاهدينا مرة تاني بنأكد على أنه وزي ما دائماً أنا في برنامجنا بأحكي وبألقى وبأقول بأنه مش مطلوب من الأهل أنه مما يضعوا التشخيص إلى الطفل بقدر ما هو مهم جداً أن يأخذوا الأعراض اللي بعاني منها الطفل واللجوء للخدمة الطبية أو للطبيب بنأجل التشخيص لحد الهون تنتي مهمة الأب والأم ويستكمل بعد ذلك الطاقم الطبي من أجل التشخيص لأنه أحياناً فحص دم بسيط جداً وهلأ هذا راح تأكده الدكتورة قد يبين لك أنه إحنا لسه في بداية المرحلة وبالتالي ممكن تدارك الكثير من المضاعفة راح نأخذ معنا أول اتصال عوض من رمالله مساء الخير مساء الخير يا أخ عوض الله يسلمك بدي أستشيرك بالنسبة لأبني بقى عالج فيه في أستشفى في إسرائيل نعم الله يسلمك مع سرطان نيوروبلاستومة نيوروبلاستومة أخذ كيماوي وعمل العملية ورد أعطوه ثلاث شهور كيماوي ورد وعملوله زراعة نخاع وإشعاع أعطوه إشعاعات لمدة شهر نعم وعد لي بعالج شيء بجوز تقريباً ثاني ونص نعم وفي الآخر يعني أعطوني نتيجة مئة في المئة مفتاز الولد وألف ألف نعم بعد شهر لمن عملنا الامبي جي والسيتي والخزعة اللهم يقولوني طالع على الرئات ومش متفل يعني قدشت تشبر عن الإشب نعم حالكيت ما نشفى هم بقولولي بدنا نعطيه كيماوي وبدتم توقعه لوراك يوم الثلاثة الجاي من بره هذا العلاج هذا مش بره قدتم يخضوا خزعة من الرئات وودوها على بلاد بره يطع كل إشي ويبلشوا في العلاج كتجرع تتريش يعني أنت شو بتنصحني أنا حابب أن يعني أنا 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 جبت لك الدكتورة اللي راح تنصحك مش أنا يعني فإحنا راح نسألها السؤال ألف أكتورة زينة برضو يعني أنا تحياتي إلها الله يسلمك شكرا لأي لك شكرا لأي لك يا أخ عوض وبنتمنى لابنك الصحة والسلامة سمر من اللد مساء الخير مساء النور سيد مساكي يا أختي أهلين أخوز تفضلي سؤالك سؤالي إنه بنتي عمرها 19 سنة بتظهر جزء من وجع راس شديد بتأخذ حبوب مهدئة بس ما بساعد فلما شفنا البرنامج هذا كنا نفتح أكثر ونتمور نشوف إيش ممكن وجع الراس ممكن إيش أسباب متزوجي بنتك يا سماء؟ لا لا مش بتزوج طيب ماشي شكرا جزيلا أنا بس حابب أأكد على كل الإخوة اللي بتتسلوك والشباب في غرفة الكنترول أتأكد بأنه إحنا موضوعنا هو اليوم موضوع سرطان الدم عند الأطفال وطبيبتنا مختصة بهذا الموضوع فعشان يكي نحاول نركز الأسئلة بهذا الموضوع رهيفي من رمالة مساء الخير مساء النور يا دكتور أشرف كيسعد مساكي يا أختي كيف حالك؟ أهلا وسهلا في الضيفة اللي من أمريكا بيقول لك أهلا وسهلا الله يسلمك فأنا صوف بالاستوديو وشباب أهلا وسهلا فيك بتشرفينا الله يسلمك ويارات تكون الحلقة أكثر من هيك مشان الإنسان يتطمن يسأل أي سؤال ماشي بدي أسأل سوري نعم تفضل التهاب العظم هل يسبب السرطان كونك يا دكتور سرطان؟ ما هو سؤال؟ هل التهاب العظم يسبب السرطان؟ ماشي شكرا يا أخت رهيفي على السؤال في معنى حدا يا أخوان كمان؟ طيب ماشي يعني يا ريت بس الأخوان اللي بيحاولوا يتصلوا معنا يكون الأسئلة موجهة بموضوع حلقتنا اليوم بالنسبة لأخ عوض يعني هو مثال حي عن حالي وإحنا بنحكي عنها مصاب بالنيرو بلاستوما والطفل وأخذ عملية وجرعات وقالوا له كل شي تمام طبت بعد شهر اتضح أنه في عنده مت أو في عنده في الرئتين فبدوا بيأخذوا عيني شو رأيك شو يعمل؟ إيش بيقدر نساعده؟ بالذات لما يكون منتشر في أكثر من جزء من الجسم فمرض النيرو بلاستوما يعني الشفاء فيه تقريبا لما يكون منتشر في الجسم حوالي نسبة 30% علاجه فهو مرض صعب جداً فأنا أفتكر أنه يعني هذا الشيء هم يخذوا عينه دكتورة ويبعتوا هل هو إجراء طبي سليم؟ هذا إجراء طبي سليم وإجراء مهم أنا أفتكر أنه يحاولوا يفهموا لماذا النيرو بلاستوما انتشر وإذا في أي علاجات مختلفة ممكن يستعملوها نعم يعني اتوكل على الله أخ عوض يعني خلي الطاقم الطب يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التشخيص والعلاج وبنتمنى يا رب السلامة لإبنك أخونا عوض طبعاً قبل ما نجاوب على أخت على جواب أو سؤال للأخت سمر في معنى مدخنة من دكتور وليد من بيت لحم مساء الخير مساء الخير دكتور مساء الورد مساء الورد تفضل دكتور الله يعطيكم لأك أنا والله بس حبيت أشكركم يعني ما عندي أي سؤال بس أنا أشكركم على هذا البرنامج الحلو أنت والدكتورة شكراً لإله أشكر قسم هدى المصري في مستشفى بيت جالة الحكومي اللي هو أفضل قسم عندنا في فلسطين لسرطان الأطفال وعلى رأس الدكتور محمد نجازر ودكتور أحمد أبو شر نعم هذول الأطب يعني قائمين صراحة طب السرطان الأطفال عندنا في بيت لحم يعني نعم القسم لازم نشكره يعني أنا عمريب أن أنوه على البرنامج هو أنه هذا القسم جيد وبقدم خدمات كثيرة وإحنا متأكدين دكتور وليد بدي أشكر بس أشكرك على البرنامج أشكر الدكتورة طبعاً نورتنا وأهلا وسهلا فيها شكراً لك دكتور شكراً شكراً دكتور وليد شكراً يعني إحنا طبعاً بنأكد دائماً وبنقول على دور وزارة الصحة والخدمات اللي بتقدمها وخصوصاً في هذا المجال ولكن أنا بدي بس يعني أنا برد برضو بحيي كل الأطباء اللي ذكرهم الدكتور وليد ولكن إذا كنا بدنا نحكي عن طب صحيح طب سليم إحنا بحاجة إلى نقلات نوعية كبيرة جداً في هذا المجال الذنب مش ذنب الأطباء الموجودين بقدر ما هو إحنا بحاجة لحد أب يتبنى هاي الفكرة من أجل من أجل النهوض في التشخيص والعلاج بالسرطان والحمد لله يعني الأب موجود والشباب والأبناء موجودين فأعتقد أنه ربنا رح يوفي الموضوع ويكون طريقنا سالك بهذا الموضوع إحنا ما بنبحث عن خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة لا إحنا فليكن بعد خمس ستين بعد ست سنين في عنا مستشفى تشخيصي علاجي بمواصفات عالمية معنا أبو محمد من غزة رحنا رحنا على غزة لأنه أهل غزة كمان بعانوا مساء الخير أبو محمد مساء الخير كيف حالك الله يساعدك ويخليك أه لو سأل أبيك أنت والدكتورة شرستونا الله يخليك تفضل الله يسلم معك يا أخي في عندي بنت متجوزة نعم ومحها مشكلة الغدة الدرقية هاي نعم شو مالها الغدة الدرقية في الغدة الدرقية أخذت إلى علاج ما يعادل ثلاث سنوات وبعدين حولوها على المستشفى الأهلي بالخليل معلش إشي تشخيص في الغدة الدرقية يعني سرطان فا طبعا نعم سرطان فعملوا لمسيح ذري في الخليل نعم في المستشفى الأهلي في الخليل نعم سؤالك بس عشان الاتصالات كتير أبو محمد إيش بدك تسأل بدي أسأل إنه منا لمسيح ذري ورجد ونفس المشكلة ما يعني حسنت بتاتب يعني بعد ما شاله أصدق الغدة ما شاله هاش لأ عملوا مسيح ذري بس طيب يعني اليود المشع هاي نعم شو حقولك طيب إيش 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 اللي بطلوب والله هي حقول إنه تستمر في العلاج هاي إلا تقريبا ما يعادل ثمن شهور وهي مستمرة في العلاج في ساعة إنه بتخفف العلاج أو بتطريح نعم ماشي واضح إنه فصل خط أبو محمد شكراً لإتصالك وقاله سلامي مرة تاني بس الإخوة في غرفة الكنترول إحنا موضوعنا سرطان الأطفال أرجوكم تأكدوا من كل المتصلين معنا وليد من جنين مساء الخير مساء الخير أطيك العافية بسيد مساءك تحية إليك رودكتورة تحية إليك إخوة تسلم أعني طفل بالشهر الحادش من عمره ظهر أنه سرطان من نوع نورماندي باستورما نورماندي باستورما باستورما هيك التحليل طبعا نيرو بلاستورما نيرو بلاستورما فكانت الكتلة على الرئة مساحة 6 في 8 سنطي طبعا أخذناها أحد المساشفات بالداخل طبعا عالجوا بـ 8 جلسات كيماوي أول شيء 4 جلسات وبعدها كانوا بعدها موجود الكتلة شيء بسيط نعم عملوا له صور سيتي عملوا له نووي عملوا له كل شيء طبعا من الشغلات هذه فآخر زيارة لنا كانت قبل أسبوع حكونا بدنا نشيل البورت وبعدنا نعمله كمان صورة نورماندي صورة سيتي سيتي لحد الآن ننتظر طبعا ما عمل مصناش تصلوا فيه بدهم يعملوا له صورة نووية هل الصورة النووية قبل سيتي أو كيف ها بتصير يعني وبالنسبة كمان مشان التنفس بساعدوا على التنفس عمدوا له كنارة فتحوا له بالغياء كنارات مشان التنفس نعم طبعا بعدها أغلقوا الكنارة كامو شالوها نعم شكرا لإتصالك يا أخ وليد أعرف شفي معنا أحد باستنى على التليفون طيب خلينا نجاوب بشكل سريع جاوبنا للأخ عوض وقالنا لتوكل على الله بالنسبة لابنك واذهب معه مع الأطباء إلى التشخيص والعلاج بالنسبة لأخت رهيفة كانت تسأل من رمالة يعني هل التهاب المفاصل والعظم دكتورة هل يسبب السرطان هل هو أحد الأسباب التي تؤدي للسرطان ما عندنا أي دراسات بتثبت أنه في أي علاقة بين الالتهاب في العظم بتأدي للسرطان يعني بما معناه الدكتورة بتحب تقولها كل الإخوة المشاهدين لأنه احنا في فلسطين في نسبة مشاكل العظام والمفاصل الكبير جدا ما في إلى الآن في كل العالم دراسة أثبتت بأنه في علاقة تربطهم بعض وهذا يعني يستثني السبب الالتهاب قد يكون سبب في السرطان بالنسبة للأخ أبو محمد من غزة بيحكي عن بنته يعني صبيه كبيري وجود السرطان في الغدة الدراقية دكتورة يعني يعني بعرف شو يعني هو للكبار بش للصغار عادة وبيأخذوا علاج يعني هل هذا كافي ولا بحاجة إلى تداخلات جراحية إشي مثل هيك جوابي بصراحة أنه أنا كخصائية سرطان أطفال ما صعب عليه أنه أعلق على سرطانة ممتاز أنا أشكرك على هذا تعليق وأنا اسمحولي بس أنا أكمل بس عشان أخونا أبو محمد اللي اتصل بأنه المسح الذري لما بيين فيه خلايا نشيطة هذا بيعني أنه فيه فيه وجود خلايا نشيطة من السرطان وبالتالي بيحاجي للعلاج هل الفترة قديش ممكن تستمر فترة أطول مشتها من شهور قد يختلف العلاج اليوم بالعلاج الكيمياوي أو بالعلاج الدوائي ممكن بعد فترة يلجأ إلى علاج جراحي طبعا هذا كله اللي بيقدره واللي بيقدر الوضع هو الطبيب البعالج بالنسبة لأخونا وليد من جنين بيحكي عن الطفل اللي عنده نيروبلستومة وكاين على الرئاوة ستة بتمنية كاين والآن عامل الجلسات هو علاجية الآن هو بيسأل الصورة النووية أو الصورة الطبقية التي يتم فيها اللجوء لإلها وأيهم أفضل ومين فيهم بسبوء الثاني طبعا النيروبلستومة زي ما حكينا في الحالة الأولانية لما انتصل أخونا عوض النيروبلستومة مرض صعب جدا ومرض إلى الآن ليس مفهوم تماما وعلاجه صعب وشفاءه صعب لسوء الحظ فكله حالة مختلفة عن الثانية مختلفة جدا عن مثلا اللوكيميا اللوكيميا بنفهمها وفي خطوات معينة أي طفل عنده كيميا معين واحد أي طفل يمشي عليه النيروبلستومة لأنه مرض صعب وبينتشر في أماكن مختلفة في الجسم غير عن سرطان الدم صعب وكل طفل حالته مختلفة وكل طفل العلاج مختلف وتشخيصه مختلف وحتى الصور اللي يحتاج لها بتكون مختلفة بين طفل وطفل فالمرة ثانية صعب علي أنه علق لحالة معينة بدون ما أكون عارفة التفاصيل ولكن أنا بقول أخ وليد سواء كانت الصور النووية أو الصور التبخية طالما الهدف هو استكمال التشخيص فإن ما ينصحوك الأطباء فلنمشي مع هذا الموضوع صح بس أنا إحنا هذا بأكد اللي حكي اتصل عواض وحتى أبو محمد لما حكى والوليد هذا بأكد أنه كل مرضان عم بياخت الخدمة بعيدا عن أماكن سكناهم وبالتالي هذا كمان بيأخر التشخيص بيأخر العلاج بجوز يتأخر في المصول إلى المستشفى داخل الخط الأخضر وبالتالي إحنا أصبح هذا يعني بيأكد الحاجة الملحة لوجود مراكز تشخيصية فلسطينية قريبة من كل الناس بحكي صحي صحيح نعم فيما يسؤال على الفيسبوك بس الأخت ألأت تسألنا وتقول نيروفايبروماتوسيز هل يعتبر من أنواع السرطان النيروفايبروماتوسيز مرض له أعراض كثيرة ومن الأعراض في أنواع من السرطان فعلا توجد في النيروفايبروماتوسيز هو من نفسه ليس نوع من السرطان ولكن يؤدي إلى أنواع من السرطان في حالة بيتي لك ننصح أنه يتأخذ عيني للفحص في النيروفايبروماتوسيز أي شخص عنده نيروفايبروماتوسيز مفوض يواصل مع أنواع كثيرة من الطباء أو منهم الطباء الخصائين السرطان عشان يتأكدوا أنه لا يحتث أنه مد سرطان نعم نحن طبعا مرة تانية اللي بيحب الاتصال والتواصل معنا على أرقام الهواتف وتكون الأسئلة مركزة على سرطان الأطفال بنكون طبعا شكرين لكل الإخوة اللي بيحاولوا عشان إحنا ما نتوهش الدكتورة ونضيع وقت الحلقة دكتورة يعني أنا بدي أرجع على موضوع اللوكيميا وهو من الأشياء الشائعة جدا في الفترة هاي أنت تفضلت وقلت أنه هناك بعض الأعراض اللي إحنا منطلع لها برأيك يعني الأعراض الطبيب هو اللي بدي يقررها ولكن ما هي الطرق التشخيصية اللي بتقول لنا هذا الطفل في عنده لوكيميا شو أنواع اللوكيميا في نفس الوقت طبعا نحن تحدثنا عن عن جزء من الأعراض اللي بتكون موجودة عن الأطفال اللي بتشخصوا باللوكيميا ومنها زي ما قلنا ارتفاع درجة الحرارة أو عدم المشي أو ألم في العظام وأشياء أخرى كمان فأي طفل بيمرض طبعا دائما الأطفال زي ما قلنا بيمرضوا بيجيهم حالات ارتفاع درجة الحرارة بيكونوا موجودين في البيت مع أمهاتهم وأباؤهم بيسعدوهم بيعطوهم أدوية في البيت فطبعا الفرق الشيء اللي بيخلي الطفل يتشخص تشخص في فترة معقولة أن الطفل عندما يكون عنده أعراض بتبطل فترة معينة مثلا أكثر من يومين تراتة أيام بيروح عند الطبيب الطبيب الأطفال فالدكتور الأخصال الطفال ممكن منها هو بشخص الطفل فهو لما يشوف الطفل الأعراض المعينة الممكن تكون سببها اللوكيميا هو بيشوف تشخيصات في الدم نعم بيعمل له فحص دم بيعمل له فحص دم نعم فلما نعمل فحص الدم وهو الدكتور بيحدد الأطفال اللي بيحتاجين فحص الدم يعني بيعطي علامة يعني أقل ما فيه يعني بيعطي علامة للدكتور أنه فيه بشكل عند الطفل بالزبط بدك توجهه باتجاه آخر بالزبط فبتوجه الدكتور الدكتور نفسه وبتوجه بالأعراض ويعرف أن الطفل هذا محتاج فحصات زيادة فممكن يوجهه على طبيب خصائية سرطان من هون أنا بأنتهز الفرصة وبأكد على كلام الدكتورة للأهل لجميع الأهل و للأخوة الأطباء زملائنا أطباء الأطفال وإحنا عنا أسادة وأعلام في طب الأطفال في فلسطين يعني مهم جدا الطفل لما بيجي يريتني أعمله بشكل دوري فحص دم بسيط جدا فحص الدم هذا غير برهق للطفل غير مكلف ولكن قد يكون قد يتضمن يعني بداية تشخيص حالي ما في داعي إحنا نتأخر فيها وهو فحص دم بسيط وأبسط بما أنه أي إنسان حتى يتخيله وفي حالة وجود أي ظواهر عليه التوجه إلى طبعا أو توجيه الطفل إلى الطبيب المختص أم أحمد من بيت لحم مساء الخير مساء الخير سعد مساء خير بدي أحكي عن تجربة شخصية بدي تحكي عن تجربة شخصية بتعالج في قسم هدى المصري طبعا بشكر وجود الدكتورة أنا مع عمري يعني شفت هذا القسم يعني كنت أتردد كتير نعم طبعا بدي أحكي عن تجربة صديقي بدي أحكي عن تجربة صديقي بس أختي أم أحمد أم أحمد لو سمحتي من خبل الدكتور محمد نجاح طبعا كل الشكر والتقدير طبعا لصخصه الكريم فيه شغلة بس حبيت أنوغها إنه تم تشخيصه بطفل في أكتر من محل برده بس لما رجع إجا وتابع عندي دكتور محمد قسم هدى المصري تم اكتشافه على السريع نعم مع إنه يعني تم اكتشافه أكتر من دولة خارج فلسطين فهذا بس أنا حبيت أحكي منوغ بالعكس أنت بتسعدينا بهالحكي اللي أنت بتقوليه شكرا لإتصالك أختي أحمد شكرا لإتصالك أختي أحمد وأنا برضو مرة تاني بوجه الشكر لكل أطبائنا وإحنا على ثقة كاملة يعني أنا بدي أحكيها بشكل واضح حتى في الدول المجاورة اللي موجودة حولينا واللي تعد حالها أنهم يعني عندهم إمكانيات كبيرة جدا في علاج السرطان من يعالج هناك أبناؤنا من يعالج هناك أطبائنا من يعالج ويشخص هما فلسطينيين موجودين إحنا لا بالعكس إحنا بنأكد على اللي بتقولي إديام أحمد وبنقول أنه عندنا كفاءات وعندنا كفاءات كبيرة جدا ولكن إحنا بحاجة إلى لملمة الخيوط هاي عشان تركب مع بعض ما شفتش الدكتورة لسبب واحد بسيط الدكتورة تيجي زيارات من أمريكا يعني كمساعدة من خلال مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين بين الحين والآخر سهام من رمالة مساء الخير مساء الخير يسعى المساكي بالله لو سمحت بس أتسألك بالنسبة لبنت عمرها هي حوالي 11 سنة نعم أثناء هي صغيرة من حتى من ولدت يعني ولكب إلى وصلة هذا السن وهي بظلها تتوجع يتتألم من بطنها شيء وبتوخذ فيها المنضوطات الحويلة وعلى طبي آخر فترة كتير زاد الألم أخذناها على الدكتور اختصاص أطفال قال يعملوا لها ألترافوند في بطنها فبين أنه في حال تضخم شايد نعم وهذا التضخم يعني كذا مرة أمدنا له صور بيزيد 2 ملي كل مرة كل مرة 2 ملي فمش عارف يعني أقول له لا كثير حكي هذا أقول له كيف مفهوم سؤالك شكرا لأتساعد لا سمحت بس كمان إشعة سريعة كمان سؤال حكت الدكتورة قبل شوي أنه الألترافوند ما بيأثر نعم بس تي حكت إش تاني صور حكتها في الإنجليزي بدنا توضح نيهة العربي شو اللي بأثر الأشياء أوكي ماشي شكرا لأتصالي يعني الأخت سهام بتسأل بتقول أنه في عندها بنت عمرها 11 سنة وفي تضخم في الطحال هل هذا ممكن يكون له علاقة والتضخم عم بزيد هل هذا ممكن أن يكون له علاقة بأي أنواع السرطان عند الأطفال أنواع أسباب تضخم الطحال كثيرة ومنها فعلا ممكن يكون سببها السرطان فيه أسباب تانية زي التهابات ومختلفة فأهم شي أنه هي تمشي لطبيب ممكن يشخص أو ممكن يستثني أنه له علاقة صحي يعني بمعنى عشان أوضح لك أختي أم سهام بينه ممكن يكون طبعا ممكن أي شيء ممكن ولكن أنا متأكد طالما أنك متابعي مع الطبيب سيستثني رح يعمل الفحوصات اللازمة يستثني أي علاقة بين السرطان لا سمح الله ويتضخم الطحال هلأ زي ما فيه سبب السرطان كمان فيه أسباب كثيرة جدا ما لهاش علاقة بالسرطان ومنتمنى لها السلامة لبنتك هي بتسأل كمان وتقول شو أنواع الأشعة التي تؤدي إلى حدوث السرطان عند الأطفال زي ما تحدثنا من قبل الموجات الصوتية ما لها أي علاقة بالسرطان الأنواع الصور والأشعة اللي ممكن تؤدي للسرطان اللي هي أكتر شيء التسكان التسكان اللي هي الصورة الطبقية نعم أيوة الصورة الطبقية فهي فيها أشعة كثيرة والصورة الطبقية نحن عادة بنحسبها كأنها بتعادل 200 أكس راي 200 صورة عادية 200 صورة عادية أشعة عادية فهي في أشعاتها كثيرة فممكن تؤدي للسرطان نعم يعني عشان هيك برضو فرصة أنه نربط المواضيع مع بعض بمعنى شو بمعنى إحنا مهمتنا هم مش إنه إحنا بس نلق المعلومات فقط لا كمان نربط المعلومات البعض الأشعة اللي ممكن تؤدي إلى حدوث السرطان زي ما تفضلت الدكتورة هي الأشعة الروتينية العادية اللي بيعملها الإكسري العادي يعني لما بناخد صورة للسدر بناخد صورة للرأس والسيتي طيب إيش الفكرة بدي أحكيها أنا هون بدي أحكي أنه أحيانا بروح عند الطبيب الطبيب بفحص الطفل فبقول أنا ما في داعي يعمل له صورة بروحوا الأهل بيصمموا أنه إحنا لازم نعمل له صورة يعني هذا مدعاء المعلومة اللي حكيتها الدكتورة أنه إحنا أن يكون هناك ثقة مع الطبيب بأنه طالما لا يوجد سبب لإجراء أي صورة يبقى إحنا ما فيش داعي نعمل صورة لأن إحنا دكتورة إيش مثلا أنا أقول لك يعني طفل صغير بقع عن الكنباي أو عن حفة شي بيصيبوا نتق فالأهل مباشرة بصيروا معلول صورة طبقية للدماغ طبعا إحنا نجي من نصح الأهل ما في داعي ما في حاليا دافع طبي أنه نعمل صورة لأنه مشاكل الأشعة كبيرة جدا صحيح صح المشاكل الأشعة كبيرة وكلامك صحي يا دكتور أشرف وكمان العكس صحيح أنه الأشعة كمان مرات بيكون لها لزوم فنحنا ما عايزين كمان نخوف الناس ونقول أنه الأشعة من استعمالها خالص بس أن يكون القرار قرار الطبيب بالضبط الجزء من شغل الطبيب هو أنه يحاول عادل بين الشيء يساعد الطفل والشيء الممكن يضر الطفل فلازم هو برضه لازم نكون عندنا مفهوم دكتورة زينة أنه سواء المختبر أو الأشعة هي أدوات مساعدة للطبيب وليست أساس يعني الطبيب يلجأ لها في حالة أنه بده يشخص شيء هو مش عارفه أما طالما أنه هو شخص وعرف ما في داعي ضد الطفل للأشعة دكتورة نرجع لموضوع اللوكيميا نقول قدش نسبة الشفاء من سرطان الدم عند الأطفال سرطان الدم في منه كمان حتى اللوكيميا منه أنواع نعم والنوع الرئيسي اللي هو اسمه الال الخلية المصابة النوع الخلايا بالضبط فالالال بسبب تقريبا 60% من اللوكيميا نحن نشوفه عند الأطفال وشفاءه في الغرب بين 80% و90% من الأطفال يعني الأطفال يتعارجوا عادة من اللوكيميا نسبة الشفاء عالية جدا وهنا عندنا في فلسطين نسبة الشفاء طبعا متختلف بين مكان ومكان الشيء عندنا موكالمتين اللي الآن الناس اتصلوا بتكلموا عن قسم هدى المصري في مستشفى بيت جالة في بيت لحم هذا الشيء مهم جدا ونحن مبسوط جدا الناس اتصلوا ويحكوا عن دكتور محمد نجاجر ودكتور أحمد أبو شرح وهذه الدكاتر طبعا نمبعرفهم معرفة خاصة لأنه نحن جمعية لأننا جيت شغالة معهم مطوعة معهم اللي هي مؤسسة إغاثة الأطفال الفلسطينيين اللي هي اسمها الPCRF هذه الجمعية تعاونت مع وزارة الصحة وخلقوا قسم سرطان الأطفال اللي هو هدى المصري في بيت جالا والقسم اتفتح شهري أبريل في 2013 وإلى الآن عالجوا أكتر من تقريبا 230 و 240 أسف 140 طفل عندهم سرطان وأكتر من هيك فيه كمان أطفال عندهم أمراض دم ليس خبيثة نعم يعني إحنا برضو كمان إحنا الدكتور محمد والدكتور أبو شريخ يعني إحنا بقدم لهم التحية وكل أطبائنا اللي بيعملوا في كل المجالات وخصوصا في هذا المجال ولكن إحنا بنرجع و بنأكد دكتورة بأنه يعني إحنا ما بدنا نخطو خطوة صغيرة ونوقف إحنا بحاجة أن يكون في عنا مركز يعني في عنا كمان في القدس مستشفى المطلع كمان يقدم خدمة خدمة علاج السرطان للكبار مثلا برضو بشكل رائع ولكن هذه الجهود أنا بشعرها أنها مفتتي فتوحيد الجهود هذا في مستشفى يتبنى التشخيص والعلاج أعتقد هذا سيفيد الجميع وسيرفع من كفاءة حتى الكوادر الطبية الموجودة عندنا فعلا دكتور كرامك صاح وكمان شي مهم أنه يكون في أكتر من المستشفى لأنه الناس زي ما قلنا ساكنين في أماكن مختلفة وصعب عليهم أنه يسافروا ويرحلوا هنا فترة طويلة للعلاج نعم الدكتورة يعني نيجي للموضوع الثاني اللي مهم جدا بالنسبة لي ولكل الإخوة والمشاهدين اللوكيميا الأكتر انتشارا عرفنا أنه التشخيص يبدأ عن طبيب الأطفال من فحص الدم البسيط شو الإجراءات الطبية اللي يتم اتخاذها فيك حالي إشي يعني الأمور التشخيصية اللي بتعملوها التشخيص في اللوكيميا بتكون عن فحص الدم وبتكون عن فحص كمان في النخاع العظام وكمان فيه التشخيص بحصل فحص السائل في أيوة السائل النخاع الشوكي النخاع الشوكي شكرا نعم 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 فبتم كذا التشخيص كذا فحص عشان نشخص اللوكيميا نعم طيب نيجي للمؤشر عشان إحنا وقت سورين وقتنا أدركنا نحكي عن سرطان الدماغ يعني بصراحة أنا مش قادر أفهم يعني إيش اللي بخلي طفل قد يصاب بسرطان في الدماغ يعني إشي الأسباب اللوكيميا موقع مفهم يعني في بعض الأشياء اللي قد يعني تكون سبب ولكن وجود كتلة في دماغ طفل إيش الأسباب اللي ممكن تكون زي باقي أنواع السرطان نحن لسه هذه كل أشياء ما فهمناها ففيها الدراسات كثيرة في عندنا كان حد حكا سأل عن نوع من الأمراض الممكن يؤدي لأنواع من السرطان ومنها السرطان الدماغ نعم نعم طيب قبل ما نسكر الحلقة ولكن أنا في أعراض حابب أذكرها لكل الإخوة المشاهدين بمجرد شعور أي أب أو أي أم بوجود هذه العلامات يجب التوجه مباشرة إلى الطبيب ومن أجل التشخيص إذا ذكرنا الأعراض اللي رح أقوله لا يعني بالضرورة وجود السرطان ولكن يعني بالضرورة الملحة اللجوء إلى الطبيب بداية ظهور تضخم أو كتلة مهما كان حجمها وبأي موضع يعني وجود كتلة في أي مكان مباشرة جدا من التوجه إلى الطبيب الشحوب الغير مفهوم أو فقدان النشاط المفاجئ لفترة طويلة برضو التوجه إلى الطبيب نشوء توعق أو حمى غير مبررين يستمران لفترات متطاولة دون استجابات للعلاجات وهذا حكيته الدكتورة زينة قبل شوي سهولة ظهور الكدمات على الجلد وسهولة الأنزفة من الأنف والأسنان واللثة دون وجود سبب واضح كمان النزيف تحت الجلد ومن الفم ومن الأنف طبعا في أسباب تانية ولكن لازم نروح إلى الطبيب من أجل أخذ المشورة الطبية وجود ألم موضعي ومستمر لفترة طويلة اختلال بالتوازن وبالترنح الحركي تغيرات فجائية بالعيون أو اختلال في نسبة الرؤية صداع مستمر يكون مصحوبا بالتقيئ في أغلب الأحيان وكذلك حدوث انخفاض حاد وسريع في الوزن طبعا هذه العلامات كلها هي علامات دكتورة يعني مناش نقول هي علامات سرطان بقدر ما هي انه يجب انه احنا ننتبه لها وناخد الطفل إلى الطبيب علاج سرطان الدماغ هل يتم بالطرق الجراحية أم يتم بالطرق العلاجي العادي؟ سرطان الدماغ يحتاج الطرق كثيرة اللي هي العلاجات الكيموائية العلاجات بالأشعة وكمان العلاجات بالجراحة فمحتاجها انوع كثيرة من العلاجات طبعا دكتورة احنا وقتنا ما بسعفناش يعني انه احنا نخوض في كل الموضيع اشكرك باسمي مرة تانية وباسم كل ابناء الشعب الفلسطيني لحضورك معنا نتمنى لك التوفيق في مهمتكم نتمنى لك النجاح دائما وأبدا شكرا جزيلا عزائي المشاهدين قبل ما نختم حلقتنا اليوم نرجع ونأكد على انه سرطان الأطفال وأحد الأمراض والسرطانات الموجودة والتي يمكن الشفاء منها بالنسبة تصل إلى 70% في حالة التشخيص المبكر فعلينا اللجوء إلى الخدمة الطبية بأسرع وقت ممكن وقبل ما اختم مرة تانية بتمنى أن يكون هناك الإسراع في تبني رؤية السيد الرئيس في بناء مستشفى السرطان في أسرع وقت ممكن للحاجة الملحة لأنه في فلسطين لهذا المركز مركز أو مستشفى أحمد الشقيري كما قيل أنه سيسمى أحمد الشقيري إن شاء الله في نهاية حقاة اليوم أنا الدكتور أشرف وطاقم العمل معي أشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر